كل يوم ليلة عبداللطيف بذا توقع حاجة وبتحصل تعالوا مع بعض النهاردة نشوف ايه اللي حصل لان ليلة عبداللطيف لسه بتتصدر كل منصات التواصل الاجتماعي واللي حصل منذ قليل في دولة عربية واشياء تانية بتشعل المنطقة ونهاية هذا العام ستكون محزنة على مين وليه تعالوا مع بعض ده نعرف كل ده في تفاصيل هذا الفيديو لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو او اعجاب علشان الفيديو يوصل لكل الناس واملوا مشاركة علشان الكل يشارك بالدعاء لاخوتنا وعلق بكلمة الله واكبر الله جميل ويحب الجمال لو سمحت باتكم من الجميع يعلق بكلمة الله واكبر وتعالوا مع بعض نشوف التفاصيل كاملة لحبيتوا وتشتركوا في القناة من الزرار الأحمر مجانا مكتوب علي اشتراك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان ده ما نزل اي فيديو اختكم في الله مونة من قناة مساء الأخبار اتنين او اسجل قناة الزرار اللي حضراتكم عليها دلوقتي واختي مارين بتعمل على القناة التانية تعالوا نشوف قالت ايه عن نهاية هذا العام ستشهد خاتمة محزنة وذلك بسبب وقوع عملية اختيال بتطال شخصية قيادية بارزة وتؤدي الى اشعال موجة من الحزن والغضب والشغب في الشوارع هحاول اسيب لحضراتكم سكرينشوت على اللي بيحصل في الترند او الاكثر بحثا في الوطن العربي والعالم والإعلام هو ايه الكلام ده ايه هو الاكثر بحثا على الإطلاق إعلام من الكيان إعلام من يعني اللي ما يتسموش البعدة تأكيد نجاح محاولة اختيال محمد الضيف والإعلان قريبا كل ده بعد ما أفعلت القناة بتاعتهم النهاردة بتأكيدات بأن محاولة اختيال القائد الجناح العسكري محمد الضيف نجحت مشيرة إلى أن الإعلان عن ذلك رسميا سيتم قريبا وقالت القناة 14 أنه بعد أقود من محاولة الاختيال وسبع محاولات اختيال فشرة يعني مش عارفين كان فيه اختيالات فشلة كتير جد تم تأكيد اختيال محمد الضيف منذ كان ده لحسب الموقع اللي حضراتكم شفتوه موقع سكاي نيوز عربية أنا ليه بقول المصدر علشان الناس اللي حبها تكون بتشوف معايا كل شيء أنا بحاول أجيب لكم كل شيء هل ليلة عبداللطيف بتقصد نهاية هذا العام ستكون محزنة أو خاتمة محزنة وزارك بسبب بقوة اختيال تطالب شخصية قيادة بارزة هل هذا هو التوقع؟ لأن الإعلام بتاعهم بيوني تلعبيب تلقت تأكيدا باختيال الضيف وفي دلائل متزايدة تشير إلى مقتل محمد الضيف كل ده من القنوات بتاعتهم وكان اسم محمد الضيف المهاردة يعني بينتشر كالنرف الهشيم وليلة عبداللطيف الإسمين دول هما اللي ظهروا على السح هل تعتقد أني ذا تحقق بالفعل ولا لا؟ الساعات القليلة القادمة هي يعني اللي بتكون الفايصل في هذا الموضوع طب قالت ايه تاني علشان نبقى انتبهين معاكم كل التوقعات في هذا الموضوع عن العالم اللي متوسط تشهد العالم حدثة كونية خطيرة وذلك من خلال يعني استضام نايزك ضخم وكبير يضرب الأرض ويسبب هلع بشري وكرسى كبيرة وفرض حالة من الطارق في محيط هذه المنطقة يعني برضو بتقول حاجات ذريبة وعجيبة ليلة عبداللطيف ولكن للأسف في حاجات محزنة زي كده بتحصل يعني دل لكل الناس وتوقعتها النهاردة أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية وكمية البحث عليها لأنها كانت قيلة إن بايدن مش هيكمل وقالت إن ترامب رئيسه على المحك يعني ممكن ما يكملش وقالت إنها كمان شايفة إن ممكن اللي يمسك أمريكا سيدة والنهاردة رسميا رئيس بايدن رئيس أمريكا الحالي بيتنحى عن يعني الترشح في الانتخابات شايفة إن مش هيكون فيه الترشح ليو ده حصل بالفعل وقالت السيدة الأولى والنهاردة رسميا تم إعلان إن كامالا هاريس خدت أصوات رسميا في الانتخابات الجديدة وفي ناس كتير بدأت تصوت لها وتبقى معاها وهكذا قالت أيضا الشهور البقية من هذا العام أشهر خطيرة ومقلقة على بعض دول العالم يعني حاجة تقلي وتحمل الكثير من الألأ على الكثير من الدول ثم الألأ على لبنان ومن الجنوب إلى الشمال والله يحمي البلد وقالت أرى موجة من الخوف والرعب بتكتاح أمريكا بسبب أحداث مرعبة وستكون أمريكا أمام انتكاسة أشبه بالكرس لاي العبد اللطيف بتفاجئنا كل فترة كده بتفاجئنا بأشياء زي ما بقول لحضراتكم بتحصل لتوقفات يعني لا يعلمها إلا الله واحد وإحنا بنستعرض لحضراتكم بين اللي بتقولوا يعني بالحرف الواحد طب إيه تاني اللي هي بتقولوا في الفترة القادمة على أراضي الشرستين الحراء بتقول نسمع عن بان مفاجئة وصادم من أبو عبيد الناطق باسم كتاب الكثير من هذا البان بيزلزل وصد من الداخل العادة وخاصة بين شفوف الجنود وقيادات العسكرية ومن خلال هذا البان المهم بيكشف عن معلومات وسوار ومقاطع فيديو بتوصيب الوسط الإسرائيلي بالهلع والخوف ومن هنا سنرى شعور أكثر من دولة عربية بتمتلك بالمؤيدين والمتظاهرين واحتفالا بهذا البان المهم والمفاجئ وسيكون حديث الناس والأعلان أيضا بتقول في ضجة عالمية اليوم حول رئيس حكومة العدو ستؤدي إلى رؤيته أمام قوص العدالة وهذا أولا والمشهد بتاعهم القادم هو الفوضى العارمة ما يكون فيه فوضى في الشارع بتاعهم والمطالبة بإبعاد رئيس الحكومة بتاعتهم عن رئاسته ولسبب مهم من خلال الحرب ومن هنا أرى رئيس الحكومة بتاعتهم بعيدا عن السلطة إمتى وكيف لا أعرف وسيكون بعيدا أيضا عن السياسة ولأستبعد أن يكون السبب عارض صحي مفاجئ وأمام الناس كلها بتقول أما ثالثا وهو الأهم ستم رفع دعاوي قضائية أمام المحكامة الجنائية ضدوا ومن عدة دول عربية وإسلامية ومن نظامات حقوقية ومن الآلاف من أصل الضحايا بطالبهم فيها بالتحقيق مع رئيس حكومتهم بسبب كرام الحرب واللي حصل على الأراضي الطهرة واستخدام أشياء غير مشروعة ضد المدنيين والمؤسسات الطبية وهذه الدعاوي سوف تشكل أكبر أزمة وبلبلة عندهم يعني وهيكون فيه حاجات كده غريبة وعجيبة وده اللي احنا بنشوف عندهم دلوقتي بلبلة وفيه حاجة غير طبيعية بتحصل له بتقول أيضا إيران ستدعم أي مبادرة عربية وإسلامية بتقدم القضية العربية أو تصب في معاناة الشعب العرب وقالت كمان عن أرض العراق وأهل العراق سيشهد العراق المزيد من العملات الأمنية والعسكرات ستطل الكواعد الأمريكية العسكرية في أرض العراق كما أرى أجواء التهديد والخطر بتحهم حول السفارة الأمريكية في العراق وأرى حصول اشتبات مصلح بين البنود الأمريكان بالعراق وبعض الأطراف والتنظيمات يعني أن موالية لإيران وخاصة حزب الله العراقي أو قوات الحجد الشسابي دي كانت توقعات ليلة عبداللطيف الأقوى على الإطلاق اللي قالتها وتحققت وكمان اللي ما تحققتش قلناها لحضرات ما تنسوش في نهاية هذا الفيديو الضغط على زر الأهجاب وعمل مشارك والاشتراك في القناة من الزراء الأحمر مجانا لو سمحت واجزين نوصل هذا الفيديو لمليون أخ وأخت لمليار لتمانية مليار أخ وأخت بشكركم على المتابعة الجيدة بإذن الرحمن تابعونا باستمرار والسلام عليكم